مرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في برنامجكم برنامج طبيبك معنا ضيف حلقتنا لهذه اليوم هي الدكتورة إشراق فريد محمد أخصائية أمراض الباطنية ومشرفة قسم الباطنية في مستشفى عدن الألماني الدولي أهلا وسهلا بك دكتورة ضيفة عزيزة على برنامج طبيبك معنا أهلا وسهلا تشرفنا بوقودي في هذه الحلقة معكم وأني سعيدة جدا لإصطافتك لي في هذا البرنامج المميز والذي يحتوي على كثير من المعلومات الطبية القيمة نحن سعداء بإدراء هذه اللقاء معيك يا دكتورة نحن سعداء نعم وسعدتنا تزداد مع أهمية هذه الحلقة اليوم أن أشعر أن محاورها تكون ساخنة شوي إن شاء الله أنا أقدر أن أقدم صورة موجزة ومفيدة للمواطن بشكل عام بإذن الله تعالى إذن سنتهبأ زي مشاهدين إلى فاصل سيكون فيه عدد من الأسئلة يوجهها المواطنين إلى الطبيب المختص بعد ذلك أنا أعاود هذه الحلقة لاستكمالها مع الطبيبة الجميلة والرائعة في تخصصها الدكتورة إشراق فريد محمد سؤال أوجهه لطبيب الباطنية كيف أعرف أنني مصاب بقرثومة المعدة وما هو الفرق بينها وبين القرحة سؤال لدكتورة الباطنية هل قرثومة المعدة معدية وكيف يتم انتشارها بين الناس وكيف هي تتخلص منها ومعالقتها؟ سؤال الدكتور الباطني ما هي الأطعمة التي يتجنبها الأمراض المصابين بقرثومة المعدة؟ مرحبا بكم مقددا أعزائي المشاهدين دكتورة إشراق كما سمعت وكما شاهدتي هناك العديد المواطنين يسألون اليوم حول موضوع معين بصراحة هو مقلق للجميع هذا الموضوع يتعلق بقرثومة المعدة ثلاث أسئلة مختلفة قدمها المواطنين وكلها حول هذا الموضوع دعينا نبدأ بالسؤال الأول والذي يقول كيف أعرف بأني مصاب بقرثومة المعدة؟ وما الفرق بينها وبين قرحة المعدة؟ طيب أول موضوع جدا مهم موضوع قرثومة المعدة وأحس أنه حالات كثير جدا ينقابلها في العيادة كثير مرضى يشتكوا من مجرد أنه ألام في البطن هل أنه مصاب بقرثومة المعدة ويشكل فوبيا أو حالة مقلقة لكثير من الناس يعني أنا أحب أطمن العامة من الناس اللي تقهل موضوع قرثومة المعدة أولا إشهي قرثومة المعدة بشكل مبسط هي عبارة عن بكتيريا تسمى بكتيريا حلزونية مستوطنة في المعدة والإثنى عشر وهي مرتبطة بعديد من الأعراض اللي يعني منها الناس في الجهاز الهضمي مثلا يجي المريض يعني من آلم في أعلى البطن من فقدان للشهية من تقشو من غتيان ارتقاء أحيانا وفي الحالة المتأخرة يكون يتحول لون البراز إلى اللون الأسود وهذا دليل إنه قرثومة المعدة بدأت تهاجم الغشاء المحيط بالمعدة وتعمل اختراق للأوعية الدموية الموجودة فيه وحدود نزيف دموي ويكون يعني معنا ذلك إنه المريض وصل إلى مرحلات القرحة نعم إذن القرحة هي مرحلة متقدمة مرحلة متقدمة من الإصامة بقرثومة المعدة طيب أسباب ظهور هذه القرثومة يعني ومهاجمتها للمعدة طبعا قرثومة المعدة هي عدوة بكتيرية زيها زي أي بكتيرية ويعني فيه معلومة أيضا مهمة إنه تقريبا أكثر من 50% من السكان يعاني من قرثومة المعدة تتشكل الإصابة هذه أكثر شيء في الدول النامية يعني تكون هذه البكتيريا موجودة أكثر في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة هي عدوة بكتيرية تسمى بالبكتيرية الحلزونية أو الـ H-Pylori طبعا في كثير من الأحيان ما فيش أي أعراض يعني يكون المريض عنده مصاب بقرثومة المعدة بدون أي أعراض يعني مثلا نحن نقول إنه المريض مفروض يراجع عيادة ويعمل فحوصات وهكذا إذا بدأ عنده الأعراض يعني مش معقول إنسان عادي ويكون ما عندهش أعراض وهكذا نتوها نقلت على العيادة وعمل فحوصات نبدأ له بكورس علاقة القرثومة ويعني شيء متعب له بيكون فما فيشجعي نحن نحاول نطمن الناس إنه أكثر من 50% زي ما كلمتك إنهم يكون يعانوا من إصابة بقرثومة المعدة وعليها المراقعة فقط إذا بدأ يعاني ويشتكي من هذه الأعراض اللي سبق ذكرته نعم دكتورة يعني هل هناك سن معينة للإصابة بقرثومة المعدة أم أن المسألة يعني هي ليست مرتبطة بعمل المعدة ليست مرتبطة معينة يعني هي زي ما قلت لك إنها عدوة بكتيرية بس زي ما قلت لك إنه المكان طبيعة الحياة يعني قلة المضافة العيشة مثلا مع أشخاص مصابين مساعد على الإصابة بكثير أيوة فالآن يعني طريقة العدوة ممكن تكون معن طريق أكل ملوث عن طريق المياه الملوثة إنك مشاركة الأواني مع شخص مصاب أفتهم لك يعني هذا الشيء ممكن هو اللي يعمل الإصابة بقرثومة المعدة نعم دكتورة دعينا ننتقل إلى السؤال الثاني وأنا أعتقد أنه في جزئية في كلامك الآن هي كانت تحمل إجابة نوعا ما عن السؤال الثاني اللي طرحه أحد المواطنين ويقول فيه هل قرثومة المعدة معدية وما هي طرق انتشارها بين الناس بشكل مفصل يا دكتورة أيوة قرثومة المعدة طبعا معدية لأنه زي ما قلت لك أنه عبارة عن بكتيريا تنتقل بين الناس عن طريق أكل الملوث أو الماء الملوث أو طريق استخدام الأغراض مع شخص آخر مصاب الأشخاص مثلا اللي يأكلوا في المطاعم بكترة أو هكذا يعني يعتمدوا وقباتهم الأساسية في المطاعم فهذه أهم الأسباب اللي تعمل للإصابة نعم والمتشر بين الناس أو مثلا شخص مصاب في الأسرة يعني ممكن يكون عرضه أنه يحصل لبقية الأفراد إصابة نعم بس من الشرط أنه مثلا يكون يعاني وكذا ممكن يحصل له إصابة زي ما قلت لك بدون أي عراض يعني من الشرط أنه مثلا مريض يكون مصاب وعنده أعراض أخلي بقية أفراد الأسرة يروحوا يعملوا فحوصات نبدأ لهم كورس وهكذا هذه حاجة غلط طبعا مثلا نبدأ الفحوصات واستخدام الكورس الثلاثي لعلى قرثومة المعدة إذا بدأ المريض هذا فعلا يعاني ويشتكي من أعراض دكتورة يعني ما هي المخاطر للإصابة بقرثومة المعدة طبعا هو يختلف من شخص لأغراض زي ما قلت لك أحيانا تكون بكتيريا موجودة في المعدة بدون أي أعراض يعني ما يشتكيش ولا المريض داري أساسا أنه عنده قرثومة المعدة أحيانا تبدأ هذه القرثومة تنشط وتهاجم قدار المعدة الغشاء المخاطر محيطة بالمعدة والإثنى عشر تعمل لك على اختراق اللوعية الدموية الموجودة وتعمل نزيف دموي على شكل تقرحات في قدار المعدة والإثنى عشر أحيانا في حالة نادرة وإذا حصل إهمال لقرثومة المعدة حالة نادرة جدا وممكن تتحول إلى أورام سرطانية لكي نقي أنفسنا من الإصابة بقرثومة المعدة ما الذي يجب علينا اتباعه؟ طبعا عن طريق اتباع القواعد النظافة بشكل عام دائما نكون حريصين عن النظافة نازل نكون متأكدين أن مصدر الأكل والشرب من مصادر نظيفة وصحية تقنب أكل المطاعم بغضر بالإمكان نخلي إلى الحالة الضرورية جدا وعدم مشاركة الأشخاص المصابين نفس الأواني المنزلية أو الأغراض وهكذا أن هذا كل من طرق العدوى نعم دكتورة يعني لو مثلا عائلة بالكامل مصابة بقرثومة المعدة وتم علاج معظم أفراد هذه العائلة هناك عودة ممكنة للقرثومة المعدة بما أنه تبقى هناك مصاب في العائلة بهذه القرثومة أيوة لأنها عدوى بكتيرية زي ما قلت لك يعني ممكن ينصاب الأبناء وهكذا إنه ممكن ترجع الإصابة بسرعة لأنه عدوى بكتيرية إذن دكتورة ما هي العلاقات اللي ممكن تتصفوها لمن هم يعني مصابون بهذه القرثومة والتي تعمل القضاء عليها يعني طبعا علاقة القرثومة علاقة سهل يعني وما في الجاعي إنه الخوف والفوبيا اللي يعانوا من الناس يعني مقربة نكتشف القرثومة إنه وجود القرثومة نعطي علاقة يسمى العلاقة الثلاثة عبارة عن نوعين من المضاد الحيوي وعلاقة مضاد للحموضة طبعا هذا يستمر تقريبا من عشر أيام إلى أسبوعين في خطأ إنه يتداول إنه مثلا ما يقدرش يتحملوا العلاق يعني العلاق المعدة والكورس الثلاثة شوية ثقيل على المعدة يعني يعمل لك آلة يعمل غثيان فالغالبية يعني يوقفوا العلاق لا هنا يأتي دور الطبيب يقلس مع المريض يفهمه كيف تأخذ الدواء متتأخذ الدواء بحيث إنه وتفهمه إنه ممكن هذا الدواء الكورس برضو يعمل لك آثار جانبية فحاجة مهمة جدا إنه يستمر بالدواء وما يتوقفش عن أخذ العلاج عشان يقي نفسه من أي مضاعفات دكتورة كيف يتم تشخيص الإصابة بقرثومة المعدة؟ يتم تشخيص قرثومة المعدة طبعا من خلال أول حاجة العرض للشكل من المريض يعني هو الفحص السريري والإكلينيكي للمريض يتم بعد ذلك إرسال عينة من أخذ عينة من براز المريض في المختبر عشان نشوف قرثومة المعدة يعني الأنتيجة لقرثومة المعدة طبعا في فحص أقل دقة وهو فحص الدم هذا يعني يحدد وجود الأكسام المضادة لقرثومة المعدة في الدم طبعا هذا أقل دقة وقد يكون المريض أساسا مصاب من قبل في قرثومة المعدة وتبقى الأكسام المضادة لفترة طويلة فهذا فحص غير دقيق ما نعتمدش عليه أكثر شيء نحن نعتمد عليه هو فحص البراز ونعتمد على فحص إذا الحالة كانت مقاومة للمضادة الحيوي والمريض ما زال يشتكي من الأعراض أو مريض كبير السن هنا ينصح أنه عمل منظار وأخذ عينة من الغشاء المحيط في المعدة نعم كنا تحدثنا فيما يتعلق بأنه هناك أشخاص كثيرين عندهم فوبية من الإصابة بقرثومة المعدة لكن أنا الدكتورة اللي لاحظت أنه أيضا هناك أشخاص عندما تسألوا لماذا لا تتناول وقبات معينة أو لماذا يقول لك أنا عندي قرثومة المعدة وكأنه مصاب بزكام يعني بيروح أيضا لمن يقول بأنه هذا شيء اعتيادي من القرثومة أصبحت أمر عادي بنسبة لك لا هو مفروض يعني أي أطعمة تزعده وتزيده زيادة في الآلام زيادة في الحموضة يتقنبه طبعا المريض وأكيد أنه بعد أخذ الكورس هو القرثومة تنتهي بس الأعراض والالتهاب وهكذا تبقى فترة يعني تقريبا شهر فهنا ينصح المريض في تقنب أكلات معينة بنتطرق إليها لاحقا يعني والاستعادة عننا به أنواع معينة من الغذاء بحيث أنه ما تضايقش هذا المريض هل يمكن أن تعيش المريض مع جلثومة المعدة يعني مثلا أيوة زيما كلمتك لأنه تقريبا فوق 50% من الناس مصابين بالقرثومة وما تعملش معهم أي أعراض يعني حتى المريض يكون مش عارف أنه عنده قرثومة المعدة دكتورة دعيني أن أسأل أو ذلك السؤال اللي سأله أحد المواطنين وهو السؤال الثالث لهذه الحلقة والذي يقول ما هي الأطعمة التي يجب تقنبها للمصاب قرثومة المعدة طيب نحن بشكل عام نقول في حالة أطعمة مسموح بها وأطعمة غير مسموح بها مثلا نحن نتقنب الأطعمة الحارة التي تحتوي على كثير من الدهون أطعمة المقليات بشكل عام البهارات أنت عارف أنه طبيعة السكان هنا يعتمد على البسباس مع كل وقبة يعني كفاتح للشهية أي وكفاتح للشهية فمش معقول يعني يكون مريض عنده قرحة أو عنده ارتهابات في المعدة وقيت ناول البسباس أو حاجة حارقة أو كتر الأكل اللي يحتوي على البهارات هذا الشي حاول نتقنبه أحيانا في أنواع من الفواكه يعني كمية كبيرة من الأحماض مثل الليمون مثل البرتقال لا نحن نحاول نتقنب هذا الشي نعم فهذه الحاجات اللي ممكن نحن نمنع المريض عنه ماذا عن المشروبات الغازية؟ المشروبات الغازية برضو لا ينصح القهوة أو مشروبات الطاقة مثلا القهوة الشوكولاتة التدخين هذه كل من المسببات اللي تثير الأعراض عند المريض نعم دكتورة خطورة التعايش مع هذه القرثومة قد ربما يكون في مسألة انتشارها يعني أيوة ممكن يكون يعني في انتشار العدو بين الناس نعم فإتباع الوسائل طرق النظافة يعني وقواعد النظافة والأكل الصحي وكده يقيك كثير من انتشار العدو بين الناس نعم طبعا نحن نريد من خلالك الدكتورة عشراق طريد محمد اختصائية ابرات باطنية ومشرفة قسم الباطنية في مسجفة عدن الألمان الجولي توقع يعني أو اعطا نصائح لمن هم يشعرون بالقلق بالنسبة للمصابون بقرثومة المعدة طبعا اوقيه لهم رسالة انه ما يجعل اي قلق انه هي بكتيريا اصابة بكتيرية عادية ومحتاجة لكورس مضاد حيوي لمدة معينة يعني زي ما قلت لك وتنتهي تماما طبعا في حالات نادرة نحن تسجل يعني اذا كان مقاومة كل للعلاج للمضاد الحيوي بحكم المريض يعني مثلا استخدام المضاد الحيوي من قبل بصورة عشوائية او ما كانش ملتزم بالدوء اصلا افتهم لك فهذه ممكن من الاسباب لتحصل مقاومة للمعدة يعني ما فنحن يعني نلقى برضو الى طرق تانية للعلاج وكورس اخر يعني لعلاج قرثومة المعدة فما في الجاع للقلق يعني اه من قرثومة المعدة اذا القلق اللي صالب对 prawd كورس كورس مَbilder طالبا أنه هناك المهاج الموجود للمراجعة خصائية امراض بطني هك 촉شابة احيانا المريض الخلق مقصر انه قرثومة المعدة بنتهت شيه teamwork مصاب يعني بقرثومة المعدة واخد علاقات لقرثومة المعدة ومن استفاتة هنا تكون شيعني السيئة يعني الشكوقة تكون من سبب اخر يعني مش من قرثومة المعدة أو من عرض المعدة أحياناً يكون التهاب البنكرياس، أحياناً تكون حصف المرارة، أحياناً تكون ارتقاع المرء فهذه كل أعراض تتشابه معه وتشابه العراض فالمريد دائماً يجيش تكي أنه لا أنا ما انتهسش عندي قرطومة المعدة فهو أهم حاجة أنه يراقع أي عيادة أو طبيب باطني ويعمل له الفحوصات اللازمة ويتأكد إيش السبب الأساسي دكتورة إشراق فريد محمد أخصائية أمراض الباطنية ومشرفة قسم الباطنية في مستشفى عدن الألماني الدولي يعني دكتورة أهمية الغداء في القضاء على بثومة المعدة هل يغني الغداء عن التداوي أو عن الدواء اللي ممكن يصفه أخصائي الباطنية للمريض يعني في بعضهم من يعتمد على الغداء اعتماد كامل دون الذهاب إلى أخصائي الباطنية ليأخذ العلاق للقضاء على هذه القرثمة طبعا هذه من الأخطاء الشاهعة اللي يرتكبها الآمة من الناس يعني أنه يوقف العلاق يكون ما تحملش العلاق زي ما قلت لك أنه آثار القانبية للعلاق أنه يعمل ألم في المعدة إما الغتيان يقول أنا ما تحملش هذا العلاق زي يدلي الأعراض يوقف يتجه مثلا العلاق بالأحشاب أو العلاق بالعسل أو قشر الرمان يعني فهذا طبعا قد يكون الغداء مناسب وما فيش دراسات يعني في دراسات على أنواع معينة من الأكل مثل اللبن مثل توم يعني مثل البروكلين يعني هذه الحاجات اللي ممكن تساعد المريض بس مش إنه تغنيه عن العلاق يعني ممكن حاجة مكملة للعلاق نحن إشفاء إدات الغداء إنه يقوي قدار المعدة بحيث إنه البكتيريا ما تقدرش تهاجمه وتعمل المريض مضاعفات لكن مش معنى إنه تغني المريض عن العلاق العلاق له دور في القضاء أيوة العلاق إنه لازم يغضي على قرثومة المعدة والطعمة والتغذية اللي عملت عليها دراسات إنه تقوي قدار المعدة بحيث إنه ما تقدرش البكتيريا تهاجمه وتعمل مثلا قرحة وتعمل نزيف دموي للمعدة لا فهذه نصيحة يعني للعامة إنه لازم من أخذ الكورس كامل والمدة الزمنية المحددة اللي حدد له الدكتور وبالإضافة إلى العلاق إذا هو مثلا إيش يأخذ الثوم يأخذ الزبادي يأخذ العسل بس حاجة مكملة للدواء دكتورة شراق فريد محمد خصائية أمراضة باطنية ومشرفة قصمة الباطنية في مستشفى عدن الألماني الدولي أنا حقيقة أشكرك كل الشكر وسعيد جدا بإقراء هذه الحلقة معك حلقة ثانية جميلة في إيجابتك اللي على كل الأسئلة اللي طرحت من قبل الأخوة المواطنين وعن موضوع هام يتعلق بضرورة لا يكون هناك قلق بالنسبة لقرثومة المعدة سعيدة جدا أني كمان أني قدمت يعني حاولت أني أعطي لمحة سريعة وموجزة بحيث أنه يقدر العمى من الناس أنه يفهم ويأخذ الخلاصة المفيدة له يعني لقرثومة المعدة يعني بصورة بسيطة وسلسة ياريت أنه يكون الناس كمان استفادوا من هذه الحلقة نعم جميعنا استفادنا بالحقيقة شكرا جزيلا لك أنت مصدر فخر واحد زي شكرا شكرا لك أزل وجاهدين حقيقة كانت حلقة جميلة بنسبة ما يتعلق بقرثومة المعدة وطبعا هذه الحلقة حلقة مهمة جدا لمن هو يشعر بالقلق بالإصابة بهذه القرثومة أن لا داعي للقلق المسألة القضاء عليها هو أمر بسيط وهو الذهاب إلى خصائي أمراض الباطنية وهناك سيقدر العلاق أحبا المشاهدين إلى حلقتين أخرى في برنامجكم برنامج طبيبات معنا نلقاكم بخير موسيقى 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 اشتركوا في القناة